الحمد لله الحمد لله الذي تفرد بكل كمال واختص بأبهاج مال وأعلى جلال وتفضل على عباده بجزيل النوال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال المنزه عن الأشباه والأنداد والأمثال ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله كريم السجايا وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحبٍ وآل وتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم المآل وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن سعادة القلب وسرور النفس وطيب العيش وصفاء الحياة غايةٌ يسعى إليها الناس جميعا وهدفٌ ينشده الخلق كافة وأملٌ يرجو بلوغه العقلاء عامة فترى هم يعملون كل وسيلة ويتخذون كل سبب ويركبون كل مركب يبلغون به هذه الغاية ويصلون به إلى هذا المراد غير أن من أنار الله بصيرته وألهمه رشده يعلم أن سلامة الصدر من الأحقاد وبراءته من الضغاء وصيانته من الشحناء والكراهية هو من أعظم ما يدرك به المرء حظه من السعادة وينال به نصيبه من الفوز والنجاح إنها سلامة الصدر وطهارته يا عباد الله التي تبدو واضحةً في حب المسلم الصادق الخير للناس جميعا وسروره بما يسوق الله إلى عباده من نعم وفي براءة نفسه من حمل الحقد على إخوانه وإضمار الضغينة لهم وفي طهارة قلبه من الفراح بآلامهم وأحزانهم والسرور بما ينزل بهم من مصائب ورزايا ولما لا يكون هذا شأنه وهو يتلو قول ربه الأعلى سبحانه في كتابه حكايةً عن دعاء المؤمنين الصادقين المخبتين في دعائهم الصادق المخبت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد أصحابه رضي الله عنه أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم عن أحد أصحابه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وتكرر ذلك الموقف في ثلاثة مجالس فلما تبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ليرى ما يفعل من الطاعة فلم يرى كبير عمل فسأله عبد الله ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل ما هو إلا ما رأيت فقال عبد الله فلما وليت دعاني الرجل فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت بك هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق أيها الإخوة والأخوات في الله إن سلامة الصدر ونقاء القلب من سمات الأنبياء والمرسلين فهم أطهروا الناس قلوبا وأحسنهم سريرة وأسلموهم صدورا أحبوا الخير لأقوامهم وأممهم وبذلوا كل غال ونفيس في نصحهم وإرشادهم وتعليمهم وهدايتهم يقول سبحانه عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وهم يخاطبون أقوامهم ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ويقول تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم أما نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد من الله عليه من شراح الصدر وسلامة القلب وطهارة النفس فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أيها الإخوة والأخوات في الله إن سلامة الصدر تعني سلامته من كل غل وحسد وحقد وكراهية وبغضاء على الناس والمسلمين وهي من أعظم الخصال وأشرف الخلال ولا يقوى عليها إلا الأقوياء الصادقون ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سلامة قلبه فكان من دعائه في صلاته أنه يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر إن سلامة الصدر ونقاءه مفتاح المجتمع المتماسك الذي لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه الأحداث والفتن والمحن وكيف يا ترى يكون مجتمع تسوده الدسائس والصراعات والمؤامرات والفتن وتمتلئ قلوب أفراده غشا وحسدا وحقدا وكراهية وبغضا وأمراضا أفذاك مجتمع أم غابة وحوش وذئاب الله المستعان على ما نرى ونسمع ونشاهد في هذا الزمان الغريب ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها المؤمنون إن سلامة الصدر فيها صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلبا وأصفاهم سريرة وشواهد هذا في سيرته كثيرة ليس أعظمها أن قومه أدموا وجهه يوم أحد وشجوا رأسه وكسروا رباعيته فكان يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد ضرب السلف الصالح من الصحابة وآل بيت النبي الكريم والتابعين رضي الله عنهم ضربوا أرواع الأمثلة في سلامة الصدور وطهارة القلوب اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم فكان لهم من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب فلقد كانوا رضي الله عنهم صفاً واحداً يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضاً ويحب بعضهم بعضاً كما وصفهم جل وعلا بذلك حيث قال ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكما قال جل ذكره في وصفهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وقد كان لسلامة الصدر عند الأصحاب منزلة كبرى حتى إنهم جعلوها سبب التفاضل بينهم وجاء في وصفهم بأن الأفضل عندهم الأسلم صدراً والأقل غيبة وقد قال سفيان بن دينار لأبي بشر وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب قال أخبرني عن أعمال من كان قبلنا قال كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً قال سفيان ولمذاك؟ قال أبو بشر لسلامة صدورهم وقلوبهم أيها الإخوة والأخوات في الله إن المرأة لا ينقضي عجبه من ذلك الجيل الرباني الصالح الكريم الفريد الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصناعهم على عينه حيث إن قلوبهم بقيت صافية وسليمة طيبة السريرة رغم ما وقع بينهم من فتن كبار أشهرت فيها السيوف واشتبكت فيها الصفوف وقتل فيها من قتل فلا إله إلا الله ما أطيب المعشر وأكرمه ومن تلك المواقف ما حفظه التاريخ عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فعن عامر الشعبي رحمه الله قال رأى الإمام علي بن أبي طالب طلحة ابن عبيد الله في واد ملقا على وجهه مقتولا بعد وقعة الجمل التي كانت بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم فنزل علي فمسحت تراب عن وجه طلحة وقال وهو يبكي عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء إلى الله أشكو عجري وبجري أي أحزان وهمومي ودخل على علي بن أبي طالب عمران بن طلحة بن عبيد الله فقال له علي إني لا أرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وحضرت الوفاة أباد جانة الأنصاري رضي الله عنه وكان وجهه يتهلل فقيل له في ذلك فقال ما من عمل شيء أوثق عندي من إثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما وأُفِرَ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدعو لسبعين من أصحابه في صلاته يسميهم بأسمائهم وهذا العمل علامة على سلامة صجره رضي الله عنه وضرب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في زمن الخليفة المعتصم العباسي ضرب ضربا شديدا فلما كان زمن المتوكل أحس الإمام بأذن في ظهره فإذا هي لحمة فاسدة التآم عليها الجرح ولم يكن بُد من شق الظهر وإخراجها قالوا فلما أحس الإمام بألم المبضع وحر الشق قال اللهم اغفر للمعتصم اللهم اغفر للمعتصم فيا سبحان الله يستغفر لمن كان سببا في ألمه ووجعه إنه منطق عظيم لا تعرفه القلوب الضيقة والنفوس الصغيرة وإلا هدر القائل لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلاما طبعه الغضب ومرض الإمام الشافعي رحمه الله فعاده بعض أصحابه فقال له قوى الله ضعفك فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني فقال يا إمام والله ما أردت إلا الخير فقال أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير وعجباه إنها قلوب تسامت عن ذاتها وتعالت عن الغضب لنفسها وقال أخ صديق للزاهد الواعظ أبي العباس الكوفي رحمه الله موعدنا غدا نتعاتب فقال له أبو العباس بل موعدنا غدا نتغافر ونتسامح وهو جواب يأخذ بمجامع القلوب فلماذا التعاتب المكفهر بين الإخوة والأصحاب والإخوان كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما أليس التغافر والتسامح وسلامة الصدر والقلب أولى وأطهر وأبرد للقلب أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحت رب اغفر لي ولأخي هذا ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك بلى والله ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا وعن الفضل بن أبي عياش رحمه الله قال كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال إني مررت بفلان وهو يشتمك فغضب وهب فقال ما وجد الشيطان رسولا غيرك فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم فسلم على وهب فرد علي ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه ومن قبل ذلك قال هابيل لأخيه قابيل وقد هم بقتله وتوعده لإن بصدت إلي يدك إلي لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من كل خلق لا يرضيك اللهم طهر قلوبنا من كل خلق دميم اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر والنفاق ومن كل سوء يا رب العالمين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولساء المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات إن لسلامة الصدر أسبابًا وطرقًا لا بد من سلوكها فمن تلك الأسباب الإخلاص لله تعالى والإقبال على كتابه الذي أنزله شفاءً لما في الصدور يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدًا ورحمةٌ للمؤمنين فكلما أقبلت يا عبد الله على كتاب الله تلاوةً وحفظًا وتدبُّرًا وفهماً صلوح صدرك وسلم قلبك ومن أسباب سلامة الصدر دعاء الله تعالى أن يجعل قلبك سليمًا من الضغائن والأحقاد على إخوانك المؤمنين وتبتعد عن سوء الظن فإنه بئس سريرة المرء يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن إن بعض الظن إثم ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا فانظر يا عبد الله كيف بدأ بالنهي عن سوء الظن لأنه الذي عنه تصدر سائر الآفات المذكورة في الحديث فالواجب عليك يا عبد الله أن تطهر قلبك من سوء الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلا وتحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ومن طروق إصلاح القلب وسلامة الصدر يا عباد الله إفشاء السلام بين المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وقد أجاد من قال قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف عباد الله ومن الطرق لسلامة الصدر التماس الأعذار والتغاضي عن الزلات والهفوات يقول أحد السلف التمس لأخيك المسلم سبعين عذرا فإن لم تجد فلعل له عذرا لا تعلمه ويقول ابن سيرين رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه ومن الأسباب المعينة على سلامة الصدر الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين فقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ومنها الهدية والمواساة بالمال فإنها تذهب وحر الصدر كما قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فلو كان بين إنسان وأخيه شيء فأهدى له هدية فلا شك أن مثل هذه الهدية كفيلة في الغالب بإذهاب ما في القلب فهذه من العلاجات الشرعية ومن الأسباب المعينة على سلامة الصدر إصلاح ذات البين فلا ينبغي ترك المشاكل تتكاثر والصراعات تتفاقم والعداوات تدوم حتى تغر الصدور وتملأ القلوب حقداً وكراهيةً وبغضاء بين الناس والمسلمين أيها المؤمنون ومن سبل سلامة الصدر الإيمان بالقدر فإن العبد إذا آمن أن الأرزاق مقسومة مكتوبة رضي بما هو فيه ولم يجد في قلبه حسداً ولا حقداً لأحد من الناس على خير أعطاه الله إياه يقول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم تلك يا عباد الله هي سلامة الصدر بما كانت عليه من فضل وعاقبة غفل عنها الكثيرون منا فبتنا لفقدها نرى أسباباً للتشاحن والكراهية والتباغض تنخر في جسد الأمة المنهك لتنكأ جراحه وتفري عظامه فتزيد من آلامه وفرقته نسأل الله جل وعلا أن يجمع شتاتنا ويؤلف بين قلوبنا ويطهرها من الحسد والنفاق والرياء والشقاق وسيئ الأخلاق اللهم اجعل قلوبنا سليمةً على الناس أجمعين اللهم طهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد وغش وبغضاء اللهم اجعل قلوبنا تقيةً نقيةً واجعلها سليمةً يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلبٍ سليم واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رأوفٌ رحيم اللهم إنا نسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتدفع بها الفتن والمحن عننا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا صحيحًا جميلًا يا رب العالمين اللهم آمن في وطننا وفي خليجنا واحفظه من كل سوءٍ ومكروه واجعله آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وأضله بظل الإسلام والإيمان وبنعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة وألِّف بين قلوبنا حكامًا ومحكومين واهد الجميع للتي هي أقوَم اللهم وفقوا لات أمورنا وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد وفق من ما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وهيِّئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين اللهم أصلح إحواج المسلمين في كل مكان اللهم كن لإخواني المستضعفين في كل مكان ناصرًا ومؤيدًا ومعينًا اللهم احقن دماءهم وألِّف بين قلوبهم وولِّ عليهم خيارهم ولا تسلِّط عليهم شرارهم اللهم احفظ بيت المقدس والمسجي الأقصى وأهله واجعله شامخًا عزيزًا عامرًا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم والدين وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آملنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة قد قامت الصلاة أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرليته خاشعا لرليته خاشعا متصبعا من خشية الله وتلك الأنفاق نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق